أنا بحب إليسا جداً وهي عارفة أن أنا بحبها لأسف مع النغام ما كانش لنا نصيب أن نكون موجودين مع بعض وقت وفاة والدتك شفت أنت شفت دعم كبير قوي من الجمهور سواء في مصر أو أورا في حاجة شدت أنت بقي أني مش كتير من نجمات الوطن العربي بيعملوا عزة في مصر ومصر كلها تجيلهم يعني لما بيعملوا في بلدهم أنت عملت هنا وهنا طبعاً أنا بالنسبة لي تونس بلادي ومصر بلدي أكيد وحبايب هناك وزمائلي هناك وهنا وأنا بشكر كل اللي عزاني حتى اللي ما قدرش ييجي فيه زملاء وزميلات يعني على رأس رأسي في منهم اللي كانوا بيكلموني بشكل يومي يعني وكانوا ببلدان تانية ما قدرش يجوني إلى في تونس ولا فحمد الله فكرة الإدراتي أنت يعني مين اللي ممكن يسد الفجوة دي وهل ممكن تفكري في اللي ارتبط لزيزي كريم الارتباط يعمل يسد الفجوة أماما فكرة الأرضية تعوضني غيب أمي لكن أنا بالنسبة لي أمي ما غابتش زي ما دور سمها ما غابتش كلنا أمهاتنا الحمد لله وربنا دينا نعمة الإيمان بالله سبحانه والحمد لله نحنا مؤمنين ونحسن أمي معي أربع وعشرين ساعة يعني ساعة في إيه طيب كل في إيه حتى وانا نايمة حتى وانا يعني مسافرة بروح في الستوديو في البيت مع أخواتي أمي هي روحية ناس كتير بتسأل ممكن لطيفة نشوفها في السينما أمسلا فيلم سكوت هنصور كان لك بعض اللي انتي بتعميش مشاهد الكوكولات مثلا هل ممكن الحاجات دي هي اللي ما تخليكيش الفترة الجاة في السينما أنتي لك دايما ملتزمة أنا أتعرض علي كتير سينما ولكن أنا مش دا اللي أنا بحبه لو السينما مش هدفة أو فيها مسج أو فيها حاجة قيمة فيها حلاوة السينما أنا بموت في السينما من كتر ما بحبها بخاف منها زي أبويا كده من كتر ما بحبه بخاف بعمل لها هيبة فأنا بالنسبالي الجاي بإذن واحد أحد يعني هيكون شو ويكون سينما غنائية الناس اللي سمعت ألبوم معلومات أكيدة إمك يا إمتى هنشوفك معنا عزياد الرحباني تاني جاع الصورة أنا وياك ما بفهم الشعور مش بإيدي ويا إنه خلصنا أنا وياك هاي دي معلومات مش أكيدة أنا ألبومي جاهز معرفة النهال كبير له سيد رحباني خلص سجلنا مسترنا وتخلع على التصوير بإذن واحد أحد أخر حاجة عملتي برامج كتير غنائية حكايات لطيفة ويلا نغني وبعد كده في نجمات عمله زي أنغام مؤخرا وأصالة عملت أبلي كده مين فيهم اللي تشوفيهم الأنجح أو مين فيه كل أنجح لا الاتنين أنا محكمش على نفسي يعني الناس اللي تحكم إحنا برنامجنا كان مختلف شوية لكن أنا حبيت أنغام وحبيت أصالة أنا شاركت مع أصالة ولكن لأسف مع نغام ما كانش لنا نصيب أن نكون موجودين مع بعض ولكن أنا حبيت برنامجها وهنتها عليها من كذا حلقة في كذا حلقة شفتوهم عجبوني وأنا بحب أنغام يعني صوتك كل حاجة يعني من ساعة حفلة تيريو بيقول في خلافات بينك وبين إليسا وأنت طلعت يتكلمت يا فدا هل تقابلتوا بعض ده ولا لا أو هل شاقي ما فيش فايدة ما فيش فايدة أنا بحب إليسا جدا وهي عارفة أن أنا بحبها ولي حصل في تريو ناعد سوشال ميديا هي لعملتها إحنا عصتاش كنا بنبوص بعض وببركلها وهبي نيوير وهبي خالص ولا عمره يحصل حاجة بيني وبين إليسا خالص بموت فيها بحبها مجتهدة يعني معطاقة شطرة ياريت كل فنانين زي إليسا واضحة لا أنا بحبها جدا شكورك أنا وارتيني ومبسوطة أنت كنت معي النهاردة أنا نفس اللي عاملين ماتشنج مع بعض السؤال بيدور في بالي آخر حاجة بس أجيبها لي دلوقتي مين ممكن ممكن يجسد السرعة الذاتية اللطيفة ممكن يبقى خليفة لطيفة ممكن يبقى خليفة لطيفة أي حد يقدم فن بإحساس وبحلاوة وبحب وبعطاعي يبقى شبه لطيفة اشتركوا في القناة